الى صحيفة الشرق الاوسط وفيها بوتين يوربي كل عالمه برسائل متناقضة بينما تواصل حكومة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اصدار مؤشرات تهدئة عبر الاعلان عن سحب مزيد من الجنود من الحدود مع اوكرانيا اكد الرئيس الامريكي جو بايدن ان بلاده لم تتحقق من مزاعم هذا الانسحاب ووسط تزايد حراك دبلوماسي عالمي لتجاوز ما سمته واشنطن وضعا خطرا للغاية هذا الوضع الذي اسمته واشنطن بانه خطر للغاية لوح في الافق بينما حذر متابعون من رسائل روسية متناقضة تربق العالم الذي يحبس انفاسه تحسبا لاي غزو روسي محتمل على اوكرانيا وفي السياق اعلن الامين العام لحلف شمال الاطلسيين ستولتنبيرغ امس انه لا توجد اشارات حول خفض التصعيد حتى الان واضف في مستهل اجتماع لوزراء الدفاع في الحلف بروكسل على العكس يبدو ان روسيا تواصل تعزيز وجودها العسكري ولا يزال بامكانها اقحام اوكرانيا من دون سابق انذار اشتركوا في القناة واقع changمى عد prat pregunta انت اصلا بك غزو روميز ر linesي balance اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة